اعترف الناطق باسم الجيش التابع للبرلمان المنحل أحمد المصمار الخميس بمسؤوليتهم عن الغارة التي استهدفت قاعدة الجفرة الجوية مطالبا أهالي مدينة هون بإخراج الدخائر التي وصلت إلى الجفرة وخبئت في مصنع محلي للتمور حسب زعمه عضو بلدي الجفرة عبداللطيف جلالة المحسوب على حكومة الرئاسي المخترح أكد أن القصف استهدف مطار الجفرة المدني وصالة المطار وكانت الغارة كما هو معلوم قد أصابت طائرة نقل تقل مدنيين بالإضافة إلى مجموعة من الثوار الذين شاركوا في تحرير مدينة سرت وأسفرت عن شهيد وعشرات الجرحة البيانات المندتة بالعدوان الغاشم كلها تظاهرت بإدانة الفعل ولكنها أجمعت أو تكاد على عدم إدانة الفاعل رغم اعتراف ميليشيات الكرامة بفعلته من نكراء فلماذا تعمد الإدانة المبهمة؟ هل هو الخوف من الجناة؟ أم هي لعبة السياسة التي ترغم قواعدها تطويع البيانات والتصريحات وفقاً للمصالح الشخصية وليس وفقاً للأوضاع الإنسانية؟ هل الإملاءات الخارجية وأدوار مسرحية التوافق تقتضي غض النظر عن مجرم الحرب حفتر وصحواته؟ وهل شرعاً يجوز غض النظر عن هؤلاء السفحين وعدم إنكار مجازرهم المتناثرة في كل أرجاء الوطن؟ قصف الجفرى المتكرر لهي جريمة مكتملة الأركان والمجرمون قد اعترفوا بجرمهم ولكن ساسة البلاد ممن باعوا ضميرهم وفقدوا بصرهم وبصيرتهم أبوا أن يزعجوا المجرمين ولو بعبارة لوم عابرة واكتفوا فقط بشجب الفعل والتغاضي عن الفاعل ألم تقم الثورة لإنهاء الظلم والظالمين؟ أم للإتيان بمجلس رأس ماله التظاهر بإدانة القتل والتستر على القاتلين؟ ما قيمة استنكار الفعل المبني للمجهول حين يكون الفاعل مرفوعاً بالدعم الأجنبي والمفعول به منصوباً بخذلان بني الوطن ولكن الأيام دول والعاقبة للمتقين قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين